بينما تتركز الانظار على الحرب في اوكرانيا تدور رحى حرب اقتصادية شرسة مع ارتفاع اسعار النفط الى ما يقارب 140 دولارا للبرميل وفي ظل رفض مجموعة اوبيك مطالبات بزيادة الانتاج ساعة واشنطن للتودد الى الدول المنتجة فزار مسؤولون امريكيون السبت فنزويلا رغم العقوبات التي تفرضها عليها واشنطن وسط تكهونات بمساعي امريكية لجعل فنزويلا مصدرا بديلا لامدادات النفط اذا ما توقفت الامدادات الروسية في الوقت نفسه تدور في فيينا مفاوضات الاتفاق النووي مع ايران مع توقعات باقتراب الاتفاق مع تهران بما يسمح لها بالعودة بشكل شرعي الى تصدير نفطها الذي يمكن ان يهدي اسعار النفط ويرجح مراقبون انه حتى في حالة عدم فرض عقوبات على النفط الروسي ان تظل الاسعار مرتفعة وتقفز اكثر بسبب اضطراب صادرات النفط الروسية حيث تواجه موسكو تحديات متزايدة في بيع الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحرا لعدم رغبة التجار ومصاف التكرير والبنوك وشركات التأمين واصحاب الناقلات في التعامل مع موسكو ويبدو ان خطة واشنطن تتمثل في الاعتماد على النفط الفنزولي والايراني لضمان عدم ارتفاع الاسعار بشكل اكبر وخاصة بعد توقعات محللين ارتفاع اسعار الخام العالمية الى 150 دولارا للبرميل اذا ما قرر الغرب حظر النفط الروسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة